السلام عليكم ورحمة الله في الشرح الجديد من شروحات الورد بريس نتعرف على طريقة حماية مواقع الورد بريس من نوع من أشهر أنواع الهجمات التي تستهدف مواقع الورد بريس وهو هجوم القوة الغاشمة طبعاً اختراق الورد بريس قد يأتي عن طريق الكثير من الطرق مثلاً الاستضافة ضعيفة يعني صاحب الموقع يستخدم قوالب أو إضافات غير محمية أو قوالب أو إضافات حصل عليها من غير مكانها الرسمي قوالب وإضافات تحتوي على أكواد خبيطة هناك الكثير من الأسباب لكن من المصادر مصادر الاختراق وهجوم القوة الغاشمة الذي يعتمد على محاولة تخمين اسم المستخدم والرقم السري الروبوت يقوم بإرسال طلبات إلى صفحة تسجيل الدخول مثلاً سأقوم بعمل تسجيل الخروج على هذا الشكل الروبوت يقوم باستهداف هذه الصفحة ومحاولة تخمين الرقم السري واسم المستخدم طبعاً لدي هنا مثلاً اسم المستخدم الصحيح وهنا الرقم السري الصحيح سأقوم بتسجيل الدخول بشكل طبيعي لكن الذي يحدث في هجوب أو هذا النوع من الهجوب الذي سنحاول أتصدي له بهذه الطريقة التي سنشرحها هو يقوم بمحاولة تخمين اسم المستخدم والرقم السري مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة إلى حين يعني تخمين اسم المستخدم الصحيح والرقم السري الذي سنقوم به سنمنع هذا الروبوت من القيام بمحاولات لا نهائية سنقوم بحد هذا الروبوت إذن سنقوم بتسجيل الدخول سنذهب إلى الإضافات وما أضيف جديد ونبحث عن إضافة Limit Login على هذا الشكل إذن سنقوم بتنصيب الإضافة ثم تفعيل إذن سنذهب للإضافة سنقوم بإخفاء هذه الرسالة إذن على هذا الشكل سنذهب للإضافة على هذا الشكل ستظهر أمامنا الأيقونة الخاصة بها سنذهب إلى الإعدادات وسنقوم بالنزول ثم تعديل هذه الإعدادات هناك الكثير من الإعدادات لكن الإعدادات الرئيسية هي هذه الإعدادات التي سنتعرف عليها هنا المحاولات المسبوح بها مثلا إذا قمت بوضع الرقم إثنان فأي شخص سواء كان شخص حقيقي أو روبوت أمامه محاولتين إذا أخطأ في محاولتين سيتم عمل بلوك للمصدر الذي تأتي منه تلك المحاولة سواء شخص حقيقي أو روبوت وهنا المدة التي سيستمر فيها الحذر أو البلوك في المثال أو القيمة الافتراضية 20 دقيقة يمكنك يعني إضافة الرقم الذي تريد نقوم بعمل وهنا نكون قد انتهينا من الإعدادات الأساسية لهذه الإضافة الآن سنقوم بتسجيل الخروج طبعا لن تلاحظ أي شيء جديد إذا كان اسم المستخدم صحيح والرقم السري صحيح تقوم بتسجيل الدخول بشكل طبيعي لكن لاحظ الآن الشيء المختلف مثلا اسم المستخدم خاطئ أو الرقم السري خاطئ سنلاحظ الآن أننا لدينا شيء جديد وهو هذه الرسالة التي تخبرنا أنه لدي الآن محاولة خاطئة واحدة فقط أخطأت في واحدة إذا أخطأت في التانية سيتم سيتم عمل بلوك لي بالتالي هنا نكون قد وضعنا حد لهذا النوع من الهجمات أي شخص سواء كان حقيقي إنسان أو روبوت لديه محاولتين بعد هذه المحاولتين سيتم حجبه وعمل بلوك له إذا نقوم بتسجيل الدخول وسنلاحظ هنا بعد تسجيل الدخول يقوم أو تقوم الإضافة بعرض المحاولات الفاشلة طبعا يعني بعد 24 ساعة بعد أسبوع ستلاحظ أن هناك الكثير من المحاولات الفاشلة يعني الفاشلة وطبعا بعد محاولتين فاشلتين سيتم حجب مصدر تلك المحاولة بهذا تكون قد قمت بحماية موقعك من هذا النوع من الهجمات إذا كان هذا الشرح شكرا لكم